بسم الله الرحمن الرحيم أما الساعة التي يرتديها تامر فهي مجموعة أطلقت عام 2011 بعدد محدود لم يتجاوز العشر نسخ على مستوى العالم ويبلغ سعر الساعة حوالي مليون وخمسمائة ألف يورو أي ما يعادل المليون وسبعمائة اتنين وخمسين ألف دولار أمريكي قررت محكمة مستأن في القاهرة الاقتصادية قبول استئناف سمى المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة مئة ألف جنيه في اتهامها بسبق قذف الأعلامية ريهام سعي وتخفيف الحكم إلى الحبس ستة أشهر وإلغاء الغرامة الموقع وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة سمية أحمد عطية الشهيرة بسمى المصري في القضية رقم 535 لسنة 2020 في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة اسم الأسبكية بمحافظة القاهرة بقصف المجن عليها ريهام عمر حسن سعيد وشهرتها ريهام سعيد بالطعن في عرضها وأضافت التحقيقات أنها ثبت عن طريق مكلمات تليفون المجن عليها بأنها وجهت لها العبارات والأرفوذ الخادشة للحياة والطعن في العرض وظهرها في مقطع مصور وجهت من خلاله للمجن عليها عبارات مبتزلة ونشرت هذا المقطع عبر إرساله لأصدقائها على الواتساب واعتدت على المبادئ والقيام الأسرية في المجتمع المصري وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور مخالف وأرسلته لأصدقائها ونشرت معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تنتهج خصوصية المجن عليها بدور رضاها ومن ناحيته أكد دفاع سمى المصري أن الحكم جاء مؤكدا براءة موكلته وأنه سيكون بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مرة أخرى لسقته في القضاء العادل وبراءة موكلته بعد أكثر من خمس سنوات من أزمته مع المنتج نصر محروس وبدأ انفراج تلك الأزمة بعد قرار المحكمة بفسخ التعاقد بينهم وبعد اجتمال الألبوم الأخير خرجت شائعات حول اعتزال المطرب بهاء سلطان الغناء بعد إصرار نصر محروس على تنفيذ بنود التعاقد بينهم وفي تصريح له نفل فنان بهاء سلطان ما تردد من شائعات حول اعتزال الفن واتجاهه لتقديم الأناشيد الدينية والابتهالات بدلا من الغناء بعد مقابلته أحد الشيوخ مؤخرا وأسيرت حالة كبيرة من الجدل بعد ما نشر إمام مسجد محافظة الأسكندرية صورة له مع بهاء سلطان عبر حسابه على الفيسبوك وأشار في تعليق على الصورة أنه في طريقه للاعتزال والاكتفاء بطرح الأناشيد والابتهالات الدينية وقال الشيخ تحدست مع بعض الشباب عنه أمس وإنني أرى بداخله إنسان آخر فأكد لي واحد منهم أنه بيعتزم هذه الأيام اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له وتابع وقال وإزبي ليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله علي مسلما مبتسما يريد أن يفضف وأن يلقي ما بداخله وما على عطقه من أحمال مريدا من يأخذ بيده وتمنيا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد فيما نفى الفنان بهاء سلطان هذه الشائعات قالت الفنانة مها أحمد إنها فوجئت بما كتب ابنها عادل عن مرضه ومعاناته الفترة الماضية وأكدت مها أحمد إن ابنها عادل فجأة مرض ولا يستطيع الوقوف على قدمي ولا يستجيب للعلاج ولا يعرفون ما يعانيه ويبدو إنه دخل في حالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية وأكدت مها إنهم مروا بظروف وأوقات عصيبة موضحة إنها كانت كالجميع بتجلس في المنزل خوفا من كورونا وخوفا على ابنها أحمد الذي يعاني من ضعف المناعة ثم طلبت من زوجها الفنان مجدي كامل أن يسافروا إلى الساحل الشمالي ليجلسوا هناك وبمجرد صفرها تعرضت لحادث سيارة كبير للغاية وكان ابنها عادل معها على الهاتف فسمع صراخة وعاش الصدمة ثم بعدها كان بيعيش قصة حب انتهت بالفشل ودخل في حالة نفسية سيئة وقالت مها إنه بعدها توفى صديقه مصطفى حفناوي ثم تدمر منزلهم وغرق بالمياه وخسرت كل ما تملك ثم كادت تموت غرقا لذا دخلوا جميعا في حالة نفسية سيئة وكشفت مها أحمد إنها مرت بأزمة مرضية وكانت لا تستطيع الوقوف ولا تريد الأكل واتضح إنه التهاب في الصدر ولكن ليس كورونا ثم فجأت في يوم إن ابنها عادل لا يستطيع الوقوف على قدميه أو أن يفعل أي شيء بمفرده وبدأت تسمع صوته وهو يتألم موضحة إنها لا تعرف ماذا يحدث معهم وكان عادل مجدي كامل كتب على حسابه إنه بيمر بأزمة مرضية لا يعرف سببها ولا يعرف علاج لما يعانيه وطالب الجميع ألا ينخدعوا في السور والفيديوهات التي ينشرها البعض ويظهرون فيها سعداء لأن في حياة كل إنسان معاناة لا يعرفها غيره وأشار الفنان مجدي كامل إلى إن الفترة الأخيرة شهدت تعرض نجله لعدة خبطات مؤكدا إنه نصحه بإن الإنسان هو من يصنع كل شيء وإن القادم سيكون أفضل والعمل سيأتي ويبدأ بلعب كرة القدم مرة ثانية وطلب منه قال لا يسمح بأن يهزمه أي شيء وقال له اوعى حاجة تهزمك خد مني أنا مريت بأزمات كتير في مشواري بقوم وبقف وكمل ما ينفعش أستسلم لكن هو مر بصدمات كتير في كام شهر مجدي كامل لفت إلى إن أغلب الشباب بيعانون نفس المشكلة والحالة النفسية السيئة وبيراهم يكتبون أمور تتعلق بالموت على حسابتهم بمواقع التواصل الإجتماعي متسائلا هل هم حسين إن العمر قصير خاصة وإن أصدقائهم وأصحابهم بيموتوا فجأة هل ده مؤثر عليهم بس بندعو دايما للتفاقل مش للتشاؤم وفي النهاية الأعمار بيد الله ويشعر مجدي كامل إن ما يحدث له ولا عائلته بسبب الحسد موضحا إحنا محسودين على ابننا وهو حالة خاصة والناس بتحسدنا عليه معرفش إيه العين القوية دي وجاية في أولادي وفي بيتي طبعا الحسد مذكور في القرآن والناس اللي بتشوفني إن بضحك ما تعرفش إيه اللي جوايا بضحك أو هو بيضحك وبيهزر ما يغر كوش المنظرة دي بصوا للجوهر بتاع البني آدم نفسه واختتم موجهة نصيحة للشباب اللي جاي أحسن قولوا إن شاء الله وقربوا من ربنا هتوصلوا وكل ما تقعوا قوموا أقوى حققوا حلمكم وحققوا طموحتكم حالة من الجدل الواسع أثرتها الفنانة ليلة علوي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ما فوجئ بيها الجمهور بترقص ودغني في حفل الفنان عمر دياب الأخير واللي أقيم بعد ساعات قليلة من عزاء الفنان الراحل محمود ياسين وعبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قامت ليلة علوي بمشاركة متابعيها مقطع فيديو لها من حفل عمر دياب واللي أقيم مساء الجمعة الماضية حيث ظهرت فيه بترقص ودغني على أنغام أغنية بحبه وأصار غضب الجمهور أن ليلة علوي ظهرت في الفيديو مرتدي نفس الملابس وقطع المجوهرات والإكسسوارات اللي حضرت بيها عزاء الفنان الراحل محمود ياسين والذي أقيم في وقت مبكر في نفس اليوم وهاجم الكسيرون بان في تصرف ليلة علوي حيث قال أحدهم أنه لا يصح أبدا أن تحضر عزاء محمود ياسين ثم بعد حفلة راكسة لعمر دياب فيما انتقدها آخر بقوله أنها حتى لو حضرت الحفل فما كان يجب أن تنشر فيديو راكس بعد حضور العزاء بساعات قليلة كما هاجم متابع سالس بقوة وقال أنها كان يجب أن تحترم عائلة الفنان الراحل الذين قدمت إليهم واجب العزاء في وقت مبكر لا أن تذهب إلى حفلة غنائي وتنشر مقطع تظهر فيه وهي ترقص بإنسجام